سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل متابع الكرام. النهاردة هنتكلم عن موضوع مهم جدا وهو موضوع الفيديو اللي معينا عن الزعيم عادي الامام وهنتكلم كمان عن تطورات حالته الصحية وهنكشف دخوله المستشفى والتكتم على الخبر هنعرف ايه السبب وهنعرف ايه الحقيقة معنا في الفيديو بس الاول نبدأ بلايك للفيديو واشتراك في القناة ونفعل الجرس على الكل نيصلك كل جديد وحصري من القناة. النهاردة هنتكلم عن دخول الزعيم عادي الامام المستشفى وحالته هنعرف تفاصيل حالته الصحية لان في تكتم جامد جدا من قسرة الزعيم عادي الامام وخاصة عن انتشار خبر دخوله المستشفى. بس في حد مقرب من قسرة الفنان عادي الامام هو قال تصريح بس التصريح ده آآ قال ان هو مش عايز يظهر ان هو اللي قال التصريح ده وقال ان الزعيم عادي الامام دخل المستشفى فعلا زي الاخبار المتدولة على السوشيال ميديا ما بتقول ان هو دخل المستشفى بس اسرة الفنان عادي الامام بعمل تكتم تام على الخبر عشان محدش يتكلم عن صحته وعن آآ طبعا اي حاجة تخصه داخل المستشفى. وقال لان ده بعد آآ دخول اي فنان المستشفى بنسمع آآ اخبار كتير جدا عن حالته الصحية وكمان بنسمع خبر وفاته كتير جدا زي الفنان سامير غانم زي الفنانة دلال عبدالعزيز آآ وطبعا سمعنا آآ كتير جدا عن اشعاعات طالتهم وهم في المستشفى وسمعنا كتير جدا عن ان هما اتوفوا هما ما كانوش لسه اتوفوا المهم ان هو اكد ان هما اسرة عادي الامام خايفين ان هما يقولوا ان الفنان عادي الامام متواجد في المستشفى عشان الاشعاعات اللي بتطلع وبيقولوا ان هو اتوفى. بس ده طبعا آآ مش سبب لان الفنان عادي الامام آآ طالته اشعاعات كتير جدا الفترة اللي فاتت واحنا سمعناها مع بعض وتكلمنا وقلنا حقيقة الاخبار اللي تدولت على السوشيال الميديا. وقلنا ان هو ما تصفش بالكورونا زي آآ الناس كلها مقالت ان هو تصف بالكورونا. وآآ كان طبعا معزول في الشليه بتاعه. آآ وكمان احنا عارفين ان خبر وفاته انتشر كتير جدا الفترة اللي فاتت. وقالوا ان هو اتوفى. وكل شوية بنسمع ان هو اتوفى. ولسه من قيمة يومين كانت الدنيا مقلوبة بسبب ان خبر وفات الزعيم عاد الامام. واحنا طلعنا وقلنا ان هو ما ماتش. وقلنا حقيقة الخبر وقلنا كل حاجة في الفيديو. النهاردة آآ طبعا الزعيم عاد الامام آآ اتقال ان هو آآ دخل المستشفى واسرته كالمعتاد آآ مش عايزين يقولوا ان ده حصل وان هو في المستشفى. وقالوا من الفترة اللي فاتت ان هو هيخرج بعمل جديد جدا وبيحضر لعمل جديد. هيقوم ببطولته مع ابنه محمد امام. وهيساوي العمل ده اسمه آآ الولد وابوه. بس طبعا ده طلع كلام واللي اكد آآ الخبر ده ان هو حقيقي رامي امام. بس طبعا طلع كلام وما حصلش ان هو هيعمل اعمال فنية الفترة اللي جاية. وقال ان هو هينزل في رمضان الجاي. بس طبعا ده كان كلام. ولسه مكتمين على خبر دخول الزعيم عادل امام المستشفى. ما تنساش تتفرج على الفيديو ده. وكمان الفيديو ده. وما تنساش تعمل سابسكرا بالقناة وادفع على خدمة الجرس علشان يوصل لك كل جديدنا.